اشتركوا في القناة 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 اللي بتحب برج الجوزاء يعني صحيحهم يعملوا ايه لو عايزين يحتفظوا بيه يكونوا صراحة يكونوا أمنة ما يدوروش ورقهم كتير الجوزاء عنده صحاب حلوين وصحاب وحشين وهو بيعرف هو يتعامل ازاي لما بتيجي تنصحين ما بياخدش بالنصيحة غير بعد ما هو نفسه بيجرب عفوا ان هو تقرص يعني لازم الاول يتعلم من غلطه ويشيل الغلط وبيعمل الشخص الاخر وقت ان هو يشوفه كويس وحش انت ما تحكميش انا اللي احكم حسنية منه ولا سزاجة منه زكاء ان انا ممكن الشخص دي يكون معي انا كويس ومع غير وحش وفعلا بتحصل لان هو قادر ان هو يروض اللي قدام او صحيح يعني هو عامل اللي قدامك بما رأيته منه ما تعملوش بمساماته لان فعلا ممكن حد يبقى معاك كويس مع غيرك وحش او يبقى حد ما بيحبش حد فيبين لك ان هو وحش ويكون هو الشخص دي تعمله كويس فيه ابراك عاطفية جدا هو بيعرف يتعامل معاها وابراك قاسية جدا بيعرف يتعامل معاها لانه بيعرف يتعامل بشكل شخصي مع الناس مش بيتعامل بالصفات بتاعته بيتعامل بتجاربه اكتر يعني الجوزاء بيعرف يتعامل غير كده هو هاجي هو الحالم اللي عايز بدونها تبقى حلوة بس لو حد قرسه او حد عمل فيه حاجة وحشة بيقابل يعني يعني هو زعله وحش ولا لا زعله وحش وبيبعد لا الزعل عنده بفورة اسمع برضو هو والعزراء على فكرة هو والعزراء عشان كده بيتفقوش لانه هو بيحب يكون حالم وكويس وجميل بس لو تعبت او زعلت مش حارك نفسي تاني خلاص طب ايه اكتر من اول غلطة اه ايه اكتر مميزات بالنسبة له ايه اكتر عيوب اللي يبقى الصفات الصعبة شوية اللي بيبقى لازم يعني بقى فيه حكم في التعامل معاها لا المميزات بتاعته كتير بالنسبة ان حاجة يعني هو مثلا طيب صبور ساخي حنون بيحب يحتوي اللي قدامه بيسمع للناس اه اكتب بيحب يشتغل ويروح ويجي نشيط بطبعه اه مش الحد اللي عنده وخمول او كسل ويعتمد على الغير بس هو لو حب يسوق في البلدة محدش بيعرف يخرجه منها وبيبقى بمزاجه وعند هو فيه نسبة عند عالية فيه حاجة انه ما بيعرفش يسامح قوي او حتى لو هو ظهر انه متسامح بقاش متسامح بتبقى الحاجة معلمة جواه اسمع كمان عنه انه هو متقلب يعني ممكن مثلا في موقف تلاقيه مش موقف هو عموما متقلب لانه هو اتنين في واحد هو الصبح غير الظهر غير بالليل غير العصر غير المغرب في موقف معاكي مثلا يكون تصرفه عادي ونفس الموقف يحصل تلاقيه ريكشن مثلا غريب او يتعصب عليك كده يعني الكلام ده حقيقي فعلا ده هو ممكن دلوقتي يقول الحاجة دي حلوة وبعد ايدي تاني يا جماعة او خمسات تبقى نفس الحاجة مش عاجباه يعني ممكن يقولي الحاجة دي حدقى او مثلا بس لا انا خد او ادخل بيها واطلع ومعملتش فيها حاجة يجي دوق الله حلوة اوي ايوة كده تزبطت ساعات يبقى عصبي اوي هو عشان اتنين في واحد طب ونقطة اتنين في واحد دي ازاي نقدر نتعامل معي هبقى نتعامل معاه ان احنا ما نستألش به يعني وهو مثلا متضايق او متعصب بينسيبه لما يهدى هو بيفكر في حاجة بنحترم ده لانه ما بيحبش حد برضه يقطع في الحاجات اللي بيبداخل فيها بيبقعد مركز كالانه بيحضر لحاجة كبيرة اوي وبعد كده فعلا بيطلع بناتجة كويسة بس هو ما بيكتئب محدش بيعرف يطلعو لازم هو يطلع نفسه في الحالة دي بنسيبه مثلا يومين ثلاثة هيهدى مع نفسه وبعدين بيرجع لطبيعته عادي فيه فلوس جاية حلوة اوي هتكسب فلوس حلوة اوي بس خلي بالك هيبقى فيها شبهة ان الفلوس دي كلها مش حلال يا اما لو حلال هيبقى فيه ناس بتتكلم ان الفلوس اللي بسرعة دي بيخلها حاجة مش كويسة خلي بالك انت فيه اتنين حواليك مش حابين لك الخير حابين ان هما يشوشروا عليك حابين ان هما يكسروا مأجيفك ونجاحك الناس دي بتحقد اوي لانها شايفاك ان انت بتقع وبتقوم مش بالنوعية اللي بتقع وخلاص ان انت سلمت عمرك لله كلهم سلمين عمرك لله بس انت بتحاول وبتقع وحتقف كويس اوي السنة دي جايلك فلوس حلوة اوي عندك سفر عندك مشروح حلو نجاح فيه قررت ان انت خلاص تبقى لوحدك قررت مش الوحدة كان انت من الوحدة لا بالعكس انت هترجع لحد ان فرقه واللي مش متجوزين يا جماعة بشرة خير السنة دي عندك ارتباطات ارتباط حلو يعني فيه بيت بتعمل فيه جديد فيه ناس هتشتري بدل البيت سيارة يعني فيه ناس جاي لها حاجات حلوة وهتحاول ان هي تعوض سنين فاتت لان السنين اللي فاتت ما كانتش عجباهم اوي زي المرحلة بتاعة 2014 ل 2016 كانت صعبة معاكو جدا عندك خبر حلوة اوي لو انت لسه انفارق الحبيب حيبعت لك بس ايه لها تفرح بها اوي المسيج بتاعتها تبقى يعني على غفلة اللي انت عاد منتظرها ان فيها بشاير بالرجوع حضر نفسك وتلاشى بقى المشاكل والقرف اللي كنت بتعملوه عشان الدولة تمشي حلوة لان في حيات كده مش حلوة يا جماعة ما كانش ينفى تتعامل اصل بينكم اطفال بينكم حب بينكم عشرة مفيش اطفاله في عشرة دي كفاية ما تقولش حخاف ان انا ارجع لأ ارجع وعلى دمانش لان هو كمان اختلف الشريك كل واحد خادر اسم من التاني فقدر يعرف هو كان بيعمل ايه غلط حيات على شيء عشان الحيات يمشي يعني هو من الابراج المحظوظة بقى السنادي جدا في المادة في خمس ابراج وانا مش هقولهم كلهم طبعا عشان بعد كده شوقكوا في خمس ابراج محظوظين السنادي ماديا واجتماعيا وفي العطفة منهم الجوزائي جماعة طب تقدري تدينا نبزة مختصرة كده عن برج الحمل 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 العصبي الحمل العصبي الطيب المجنون السخي اللي بيمسك على نفسه مرداش يمسك على حد لما تكونوا الظروف معه مش حلوة جمال في حاجة في الحمل لو هو معهش فلوس مش بيخرج من بيته لانه ما يحبش يفرد نفسه على حد هو بيحب تبقى معاه فلوس يسرف يخرج ممكن على فكرة نسمة هوا او شمس تسعد او الحمل على فكرة يا جماعة اذا اقولكوا حاجة تسعين او خمسة وتسعين في المية من ابراج الحمل ما بيحبوش الهوى والشتعة تلاقيهم اكتر وقتهم كنين في البيت لانه هما اصلا كوكبهم المريخ ماسك الشمس فهم بيحبو الشمس يحبو الدفا طب اين مميزاته او ايه عيوبه مميزاته السخاء الدحكة الحلوه حتى اللي ابتسامه على طول على حتى لو هو زعلان او منطوي او عنده نفسية مش حلوه الاهتمام بنفسه الاهتمام بالاخرين او حاجة فيه بقى او من عيوبه قوي العصبية لو تعصب الحمل امشي من قدامه هو والاسد الاتنين دول لازم حد يمشي من قدامهم يعني ما ينفعش يقوه اه فيه كمان حاجة وحشة جدا فيه ما تجادلهوش كتير ما تقولوش عيوب تتصهله فوشش يعني ممكن تقولو ايه انت لو لابست ده بدل ده حيبقى احلى عليك تقولوش ان انت لابسه ده زفت اه فيه فعلا نصيحة دايما بيبقى يعني ما ينفعش تبقى ده بشك لا وده بالزف ما ينفعش معا كده يعني حتى تلاقيه فيه طبعه ده بشك كده اه فلازم يبقى فيه فعلا لان بعض الناس ما بتتقبلش الاسنوب ده هو والدلو والطور ما ينفعش حد ينتقدهم الانتقاد او ان انت تصغر مني او ان انت تقولي وابرات كتير على فكرة بس دول اكتر تلاتة ممكن تلاقي رد فعلا مش حالو يعني الطور مش عصبي بسفالة يعني الطور عصبي بذوق ان هو بيحزن بيكتائب بيوصلك ان انت تندم لكن الحمل لو عصب تشيل كل حاجة من قدامه طب والحمل ايه اكتر الابراج اللي بيتوافق معيها النارية بس والله فيه ابراج بيتفق معيها بتبقى دي اصلا من السفات اللي هو اكتسبها فيما بعد من الحياة العمرية لان هو بيحب الاسد بيحب الحمل اللي زي ما بيتفقوش بس ممكن يحبه كصداقة كعمل حمل مع حمل في جواز استحالة زي عزراء مع عزراء صعبية يعني الحمل ميمشيش مع الحمل صداقة محبة اخوة حتى في الاخوة لا كمان حتى ما بيكون اخوات لازم يتلاشوا بعض في بعض مواقف معيها هذا الحمل بورجي ناري الحمل ناري والاسد ناري والكوس ناري بيتفق جدا مع الكوس او مش مع الكوس كله بس فيه كوس بيبقى ربنا اعطيله قدرة كده على انه يبقى هاجي قوي فده بينرفزه بيخليه النار بتقول الوقت هو بيحب الكوس والكوس مش اللي هو عشرينيات او تلاتينات او كده طب عموما هذا البرجي بيتطفق مع نفسه يعني مثلا الاسد والاسد اه حلو تناغم بس لو مش كل واحد لو كل واحد تنازل شوية لانه هم كل واحد هايز يفرد وقته طول الوقت يفرد سيطرة الحوت والحوت جمال جدا مع بعض السرطان والسرطان كويسين مع بعض العزراء والعزراء استحالة الحمل والحمل ممكن يتوافقوا في اقدارة بيت اقدارة اسرة لكن كحب وارتباط طول الوقت عشان هم عايزين اهتمام او احتواء بيبقى فيه حتة في الحتة العاطفية دي بتبقى صعبة شوية بتبقي جوزء مظلوم بيبقى فيه جوزء مظلوم ب كل هوايا لعى الجوزاء ده بيتعامل مع كل الابراج ما تحسوش ان هو برج يعني هوة مثلا هواء كويس هوما بيتطفق مع كل الابراج عادي بس هوة فيه حاجات معينة فأبراج مائية ما بيتطفقش معاه يعني هوo عند العزراء ما بيتطفقش خالص مع العزراء ده أكثر برج بيسبب له مشاكل الأسد ممكن يتفق معه حلوه ويجي في حتة معينة ولو فرض رأيه أو سيطرته عليه بيقوله صالح يعني الأسد يعتبر من الأبراج أنه بيتفقش معه ناري لا بيتفق بس في مواقف معينة ما هو اللي بيتفق بيتفق في إيه يا جماعة بيتفق في شغل بيتفق في صداقة ممكن ما يتفقش في زواج ولا ارتباط فيه ممكن يتفق في زواج وفي نفس الوقت ما يعرفوش يديروا شغل مع بعض ده غير ده يعني في الزواج هي مريحة جدا أو مريحة الشريك أنهما بيقدروا يتعاملوا ويتكلموا وتقدر توفر احتياجات البيت واحتياجاته الشخصية لكن كشغل يا ادمخة مش بتاعت شغل ممكن بيقى حد تاني في نفس البرج يتفق معك في الشغل بس ما اتفقش في الحياة الأسرية تبقى ادمخة في الشغل أكتر الوقت لكن في العاطفة ما فيش طب ايه أكتر يعني الأبراج اللي هو بيتفق معه ولا ما بيتفقش معه يعني أمثلة مثلا الحمل الحمل أكتر الأبراج النارية ممكن بيبقى واخد برضو من الحوت شوية عشان الحوت هادي ولو أنه مش كل الحمل بيتفق مع الحوت الجدي يا جماعة برغم أن كل الناس بتكتب أن الجدي ما بيتفقش مع الحمل دول أكتر اتنين ممكن يبقوا تناغم طب احنا لو عايزين نكتسب حد في برج الجوزاء الجوزاء ولا الحمل احنا دخلنا على الحمل بس أنا قلت يعني اسألك على دلاني مسألتكيش عليه لو عايزين نكسب حد برج الجوزاء نتصرف معه ازاي الجوزاء ان احنا نحبه هو يحب الشخص اللي يحبه قوي لما تحبيه من جوه وتحسسين ان انت خايف عليه أو بتحبيه ممكن يمشي وراكي هو ما بينطعش لحد بس بالمحبة بيبقى متطمن لكن الماديات هو هاتو خد ما عندوش حيطة انك تملكه بالمادة قوي وهو يعرف يجيب المادة كويس جدا وعلى فكرة فيه ناس منهم بتجيبه في طريقة مشروعة يعني تحب الطرق كلها تكون مشروعة وفيه ناس ما بتفرقلهاش نرجع تاني بقى للحمل ايه بقى يعني لو احنا عايزين نكسب حد برضو برج الحمل ايه الصفات او ايه الطريقة اللي احنا نتعامل بها معين ان محدش يحاول يضغطه او يسوق عليه زي ما بيقوله ايه يعني حد يقولك ده انت رخم جدا انت غيتت قوي يعني لما حد بيبقى اصلا هادي قوي قدامه بيستفزه بالذات لو هو في موقف عايز ينجز يعني هو ما يكونش في شغل وحد تاني يبقى يدمره احرح ويقول له ما انا بشتغل لا ده هو كده ممكن يخرج عن شغره يعمل اي كارسة يعني دي حاجة تاني حاجة الحمل بالكلمة الحلوة زي البيبي يعني هو يحب الكلمة الحلوة طب طبا بس ممكنش ان انت بتقوله كلمة كده تهديه او بتضحك عليه بيستشفها انت بقى طالعة من القلب بيستشفها لكن لو مجاملة كده بيستشفها اه هو بيحب كمان الناس اللي تخاف عليه الناس اللي بياخد على فكرة يا جماعة هو يبان ان هو مغرور او متكبر له وله بسيط جدا وبياخد بالنصيح حتى لو من اللي اصغر منه بس بشارت ان يحس النصيحة دي لواجه الله او انت حبه مش عشان تكسر معه ديبه او تعمله نتيجة عكسية طب الحمل بيقى في شهر اربعة هو بقى من كام اربعة لكام اربعة لا هو في تلاتة اه حمل تلاتة اه بس انا اسمع انه بيبقى فيه واحد وعشرين لغاية اواخر اربعة ايوة يعني فيه جزا منه اربعة بقى اضطر وطالع اه يعني الحمل بموصل لغاية كام اربعة الحمل الاول اربعة الاول اربعة اه اه ما هو واحد وعشرين كل برج يواخد من 21 إلى 21 يعني هو من 21 23 إلى 21 إلى 4 الحمل بيبقى ناري لأنه هو أول برج بيبقى عليه المريخ المريخ ده أقرب حاجة للشمس فده طول الوقت بيبقى عايز ينجز بيهدأ كل ما فيكبر كل ما فيكبر بيهدأ تيدا الدنيا شوية معاه بيحس أنه حقق اللي هو عايزه بيحس أن الدنيا خلاص ما بقتش فرقة لكن طول ما هو صغير لغاية مرحلة مثل التلاتينات وكده بيبقى عايز ينجز عايز يعمل كل حاجة ورا بعض وتلاقيه ما سكي الحاجة ونسا هي في إيجيو ولا مش في إيجيو على فكرة الحمل ممكن يكلمك في موضوع وهو بيتكلم تلاقيه هو نسا وقف لغاية فين أو نسا هو قالك إيه الموضوع اللي أنتوا بتتكلمه في إيه عندي صغير لمو بالي يعني أو لما السنو بيكبر شوية مطمئن هو صغير هو صغير مش لمو بالي عايز ينجز في الموضوع بيتكلم في أكتر من حاجة في وقت واحد يعني تلاقي الحمل على فكرة زكي جدا بس مش منظم قوي يعني في حمل تلاقيه منظم منظم بس ده لشغله لحياته لكن البيت لما بيكون عنده مزاج لو نفسيته حلوة تلاقي الدولاب ده مترتب والدنيا النفسية مش حلوة تلاقي الدنيا كلها هايسة بس عموما هو ما بيعرفش يقعد في مكان مش نجيف أو مش حاله يعني حتى لو البيت برضو كاركب تلاقي البيت نجيف وهو عارب لو بس بإشارة كده انت تستغرب ان الدنيا مكاركبة بس هو عارب ان الحاجة دي هنا طب احنا كنا سمعنا ان الاثناشر برج زاد عليهم برج وكلام كده كده يعني من فترة إشعايته حاجات زي دي على الفيس بوك سهل الكلام ده مضبوط ولا اي حاجة كده هو في قبرك كسير على فكرة من زمان أو من أيام كده ما المصريين لما حبوا الأيام دي زي كدبة إبريل كده يعني ينعيش الناس شوية رح اقل اللهم ما عرفش برج التعبان ومش التعبان لا ده الحاجات دي هو فيه كذا برج من زمان ده متقسمة أجزاء يعني فيه ولا تلاتين حاجة وتلاتين برج وناس كتير بقى اتقرت ان برجها تغير لا 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 ولا تغير وتغير تكر يا جماعة هو التعبان ده بيبقى اللي هو الملمس الناعم واخد من برج اللي هو بيبخ واخد من الحمل لما يتعصب اللي هو بيتلوي واخد من العقرب والسرطان يعني هو من مجموعة الأبراج منها مش حاجة يعني كده مش حاجة جديدة يعني لا 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 هو موجود أصلا زي الأبراج السينية عندنا الإرد والكلب والتعبان وهي هي الحمل والطر والأسد والكل يعني هي نفس الأبراج بس المسميات مختلفة أو السفاد معنى أصح السفاد يعني مثلا برج الحمله مثلا بيبقى مثلا هو إيه أصلا الخروف ده في السيني أو المعنى حاجات كده يعني بتختلف بس في المسميات لكن الشهور والصفات هي المسميات والتصرفات اللي هي بتبقى في الأبراج عموما بس هم بقى يعني توسعوا بقى في العالم فتاحهم لإنه السين غيرنا والهند غيرنا هتلاقي كل مكان بيزي بقى اسمها مختلفة بصفات مختلفة طب ومنين جات فكرة الأبراج أصلا أو يعني الموضوع ده موجود من إمتى أو إيه أفتراه من خدماء المصريين هم اللي بدعوا هم اللي بدعوا هم اللي بدعوا زي مثلا زي مثلا لوحد سيء حسان دي حتلاقيها على المعابد والحاجات جي معمولة أو كده بتجي حاجات تانية أو بتجي معاني تانية لكن هي جي من زمان متعارفة عليها حتى في بره لما جم يحسبوها ويلاقوا الملوك هما اللي بيسألوا فيها ولقوا الناس بالتوقيت طب انت بكرا متفاق لنا يعني اتفاقل بالموضوع دوت أو بيبتدوا ينظموا حاجاتهم اللي هي خاصة بالبلد نفسه وشؤونه بعد كده اطلع للناس العاديين هو كان اصلا زي الملك فاروق لما كان بيجيب حد يقعد أو يتكلم في الاول خالص كلها كفكرة عن الدنيا اكتشافها ابوكرا مشيت بعد كده بقيت على الشهور والسنين والمضار بتاع النجم والكوكب والتواريخ كده بس هو التاروت ما كانش متعارف عليه في مصر من زمان لا 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 بس هو موجود من زمان موجود من زمان أو احنا ما كناش بنتعامل به يعني هو مؤخرا انتشر لان بدأت ناس تيجي تفتح معاهد تجي كورسات ما كانش فيه دا الاول كان اكتر برا وإن اللي دخلوا مصر بقاء أو إيه اللي نشر ثقفتوا عندنا ان احنا لقينا ناس كتير بتتكلم فيه انا واحدة من مصرية بس عارف ايه غيري عارفه بدأت انت تجيلي غيري تيجي لان انا بقرى برا قراءة خاصة فالناس هايزة تعرف ايه دا بدأ ينتشر عن نت بدأت دي تعمل جروب دي تعمل قناة كده طب وهل فيه وسائل تانية غير التاروت للإراية برضو بالنسبة لإيه للأبراج الأبراج فيه حاجات كتير فيه حساب النجم والفلك والحاجات دي لما انا مثلا بتيجي تقولي لي كذا وكذا فيه ناس بتحسب مش الأبراج بقى بيبقى النجم نفسه النجم غير البرج وإيه الفرق الفرق انه بيحسب اسم الولدة واسمك وبيشوف بيعمل عملية اسقاط لليوم والشهر والسنة دي بيتعرب بيها يا ربي حشل الله يعني مفيش حد بيخص في علم الغيب بيتعرب بيها المريض مثلا سحيته هتتحسن لا حيتوفى بيتعرب بيها القصة بتاعت الزواج دي نكحة ولا هتفشل المجموح هيجي ايه أو النتيجة بتاعت الدراسة هتكون ايه يعني هو ليه حاجات كتير مجال الفرق ده مفتوح يعني العلم بتاعه متوسحة يعني طيب نكمل بقى برج الحمل ولا ندخل على برج تاني عايزة ايه برج كلمينها شوية عن صفات برج التور بقى التور انا عملية كاملة على فكرة جماعة على البروفايل بتاعي اسبوع اللي فات بس في حلقة تانية مع ناس تانية التور جميل قوي بيحتوي الناس قوي بحب بس هو دايما بيسعب عليه يعني هو بيعمل مش بيلاقي يعني هو بيبقى مش مستني حاجة غير كلمة شكر فعلا يعني للتور لو حسسته بالاهتمام خد عينيه برج العقرب معزبه قوي لانه هو دايما بيخون عنده حتة الحزر برضو الشك والخيانة كتير قوي في برج العزراء الجوزاء في حتة الشك برضو وعشان كده بيتعب الناس اللي حواليه في حاجات كتير قوي في ابراج معينة بتكتعب وبتخلي البناء ده مضغوط طول الوقت انا بقول لصحاب الابراج دي انت ممكن تلعب على نفسك ملاهاش دعوة على فكرة بالبرج زي منها دعوة بالشخصية ان انت بتغيرها لان فيه ناس كمان بتبقى واخدى من الجينات واخدى من الاسرة التور من النوعية اللي عايزة الكلمة الحلوة عايزة تحس بالدفع بالحب اجيها حب واخد عينيها يعني وسد جدعا او ان كان راجل بيبقى سند بيبقى حابب اسرته بيبقى عطاء لكل الناس اللي حواليه بيحزن او من جوا ما بيحبش يحكي كتير بس الحاجة الوحشة توجعه كاتوم شوية او كاتوم كتير مش شوية هو السرطان كاتومين جدا عيوبه انه بيجادل او لما يحس ان حقه ضايع وبالتالي ممكن يقول حاجة والشخص اللي قدامه اللي ظلمه ده يفهمه اغلب بما انه هو سمح لنفسه يظلمه في الاول فمش عايز يبرر ده يعني انا ما عملتش كزا لا عملتش بيضغطه اكتر بيضايق اكتر بيخليه خش في حالة هو ممكن كلمة تغير مزاجه برغم انه هو قوي وينجز ويعمل كل حاجة حتى لو هو متضايق عكس الحمل الحمل بيفصل لو متضايق ما بيعملش الحاجات يعني هو خلاص انطوق او حاجة عالقارة مزاجه ومش عايز خلاص يكمل بيتي اليوم ده الحمل التور لا ممكن يبقى تعبان ومضغوط وينزل يوجي نوادي ويأكل ويشرب ويوضب ويروح شغله ويسرف ويشتغل بس بيبقى موجوع يعني فينه متقدر تفصل ونسلق لا التور بيفصل الحمل لا مش بيفصل هو موجوع بس ده حاجات اساسية لازم يعملها الحمل ممكن يأجل اي نعم دي مسئولية بس انا مش قادر لان هو عارف انه لو طالح حيطين الدنيا حيتعصب عن ناس مش هيكمل الحاجة وحيعملها وحش في بيعتزل لكن التور قوي خلص وقت حلقتنا النهاردة واحنا متشكرين جدا استاذة بشاير وتشرفنا بوجودك معانا وتلمع لنهاية حلقتنا تسلمي ربناي خليك وسلنا لنهاية حلقتنا النهاردة واتمنى تكونوا استفدتوا وانبسطتوا بحلقتنا وشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله برنامجنا حوديت مصرية